فيما تقترب القوات الحكومية من مدينة الحديدة مؤذنة بذحر وشكل للحوتيين من كبرى مدن البلاد وأهم موانئها على ساحل البحر الأحمر تشهد التحركات على الخط السياسي تطورات أهم ملامحها الجولة الجديدة للمبعوث الأممي مارتين جريفث متوازية مع حضور لافت للحرب اليمنية في مفاوضات الملف النومي الجارية حاليا في بروكسل بين إيران والاتحاد الأوروبي فقد وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث الرياض في مستهل جولة أخيرة له إلى المنطقة من المقرر أن تنقله إلى صنعاء بعد نحو أسبوع تقريبا لإجراء لقاء مؤجل مع زعماء الميليشيا الحوثي الإنقلابية تتركز أحدث جولة للمبعوث الأممي على المهمة المعلنة والمتصلة بإعداد إطار المفاوضات التي يسعى المبعوث الأممي إلى عقدها بين الأطراف اليمنية دون وجود مؤشرات مشجعة على إمكانيات نجاح المبعوث الأممي في تحقيق أهدافه حيث من المقرر أن يواف مجلس الأمن في النصف الأول من شهر يونيو المقبل بالصيغة النهائية لإطاره المقترحة المبعوث الأممي صرح بالتزامن مع بدء جولته الجديدة في المنطقة بأن حرب الحديدة يمكن أن تجهض جهود السلام مقرا في الوقت نفسه بأن استعادة المدينة والميناء سيمنح التحالف السيطرة على المساعدات الإغاثية ضغط المعركة الميدانية قد لا تدفع الحوثيين على ما يبدو إلى تليين مواقفهم لكن ذلك قد يحدث في ظل قبول إيران بممارسة الضغط على حلفائها في صنعاء بحسب تصريحة نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي أكد فيها أن بلاده قبلت التفاوض في الشأن الإقليمي مع الدول الأوروبية حول اليمن فقط وذلك لأسباب إنسانية حسب تعبيره عراقجي أوضح أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصاري هو الذي يقود المفاوضات المتعلقة بالشأن الإقليمي الرئيس عبد الربو منصور هادي أجرى خلال يومين الماضيين في مدينة جدة السعودية لقاءة مع العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تركزات وفقا لوكالة الأنباء السعودية حول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبدولة تجاهها ولم ترد الوكالة المزيد من التفاصيل التي تمليها التطورات الميدانية والعلاقة المتوترة بين السلطة الشرعية والتحالف ترجمة نانسي قنقر